الاهلي والوداد بالظروف اللي حصلت ظروف الملعب ظروف الجماهير منذ لحظات الكابتن الخطيب قال انه هو تواصل مع سفير مصري في المغرب عشان موضوع ان الاهلي وصله 2500 تذكرة بس من اصل 10 3 تذكرة الاول القصة دي في رأيك فيها ايه وبعد كده دخ اخش معك فنان والاهلي زي اتعمل مع الموضوع بص القصة دي فيها كلام كتير ياريد هشرح لك الموضوع سريعا جدا يانا حلو طيب فيه اخطاء الاخطاء من الاتحاد المصري ان هو الاتحاد الافريكي حتى لو فيه اي اخطاء لازم انت تعمل الهومور بتاعك او تعمل الدور بتاعك الدور بتاعك انت كالتحاد مصري تعمله اقول ما تستقبل ان فيه بطولات معينة مفوت تصادفها وحتى كمان مصر حريصة لفترة السابقة على صدافة جميع بطولات في كل المختلف انت بتوصل رسالة العالم ان مصر قادرة عندنا بنية تحتية كريم جيدة جدا واستطيع ان انت تنظم اي بطولة انت عاوز فالله حصل ان فيه عدم رد من اول البطولة وانت عندك في القتين بيمثله مصر اهلي وزمالك عدم الرد ده ده خطأ من الاتحاد المصري ايا كان يعني ثم المفروض كان يبقى فيه لجنة متابعة من النادي الاهلي ولكن لا تتحمل المسئولية ده من باب العلم بالشيء ان انت بقى اللجنة دي تعرف اللواح وتعرف ان هو حتى تبقى حريصة ان انا يعني انا لسه اخذ بطولتين افريكيا نادي الاهلي فالبطولة التالتة الطبيعي ان انا اوصل للنهائي ده الطبيعي ان انت اكبر اسمه في افريكيا فما كانش فيه الحتة بتاعت المتابعة من النادي الاهلي ده يعني اما التحاد الافريكي بصرف النظر عنه هو عامله بصرف النظر نيته لكن انت ما عملتش الوجب بتاعك خلاص استضافة النهائي وكمان تارت وعشرين سنة بتاحت تارت وعشرين سنة ده لسه ده فيلم تاني خلص المغرب تستضيفها برده فخلاص يبقى فيه الاستضافة في مباراة نهائية الوداد والاهلي ده كصة الكصة التانية وهي طرح التذاكر التذاكر بتتم طرحها زي كريم انت عندك لو في اي ملعب بتبقى دايما 50-50 وبتاخد الحصة بتاعت الكاف اللي هي بتمثل الاتحاد الافريكي زي ده الرعاة فانت عندك محمد الخمس ملعب محمد الخمس عندك 45 ألف تقريبا فال45 ألف منفوض خمس تلاف كاف ورعاة زي ده ان المفروض يبقى 20-20 فطبعا الاتحاد الافريكي عام العشر وعام العشر للاهلي وللوداد وعام العشرين طرح عام طرح عام ده انا عمله لو ما اتشف فرنسا صح ما اتشف ناجرية ما اتشف جنوب افريكيا لكن انا عمله طرح في المغرب انت خبيش مسلا يعني اننا فطبعا طرح عام طب انت الطرح العام يا عم انا ساذق انت الطرح العام ده حضرك انت التذاكر بتبقى فيزيك بتبقى بالايد ولا حضرك على ويب سايت هتشتري. الوابس هتحاكي انت عارف مين اللي هشتري. واحد بيدخل. طب وحاكي الطرح هتقول انت مغربي بباسبور فيه مسلا. وطبعا هل في عدد من الجماهير الاهلي ما هم هايجوا في وقت معين جاي من مصر. طب عدد الجماهير المصرية او الجالية المصرية في المغرب قد ايه. طب الناس اللي هتروح للمطش قد ايه هتحضر. طب عددهم. فطبعا لا. يعني انا كنت اتمنى ان المعالجة. حراك بتتكلم دلوقتي الاهلي اصدر بين كنت بقراءة دلوقتي. بيقول ان هو ارسل خطاب اليوم للي اتحادل افريقيا عشان بخصوص هذا الامر مرضونا. الفين وخمسمية تذكرة بس النادي الاهلي تحصل عليهم يعني. بص مش احصل حاجة. بص بص بص. الاهلي بيعمل حقه. بص مش احصل حاجة. لكن في الاخر ايه الحاجة بقى تانية احنا عادين بنتكلم في كل الحاجات دي. طيب المطشة خلاص. يعني اقل من 24 ساعة. ايه الحاجات التانية اللي انا بقى واصل فيها ولازم نقول الجماهير ونقول الناس. ان انت عندك فيه تواجد شخصين بالاسم يعني. اه كابتن محمول الخطيب وكابتن حسام غيري. انا اصب فيهم تماما. طبعا. وفي الحتة الادارة الرياضية دي. ان انت عندك النواحي السلبية كلها يا كريم. دورك مع مع الفريق ان انت تقلب النواحي ايجابية. فتحسس العيبة بالظلم او بالحاجات كلها. التفاصيل اللي بتحصل دي اللي فيها ظلم. ده وجهة نظرنا كلنا. حتى العالم. طبعا. ما فيش حد هيقولك ان لا. فتقلب النواحي دي لدوافع تبقى ايجابية. خصوصا النادي الاهلي اللي عبتوا عندها الشخصية ان تعمل كده. موسيماني رغم انتقادنا ليه في الدولة المصر. لكن هو في المتشطة الكبيرة هو متواجد. صح. وموجود. صح. فان شاء الله بازني الله زي ما عملناها في الصفاكس. هنعملها بازنيها في الوداد. وتبقى البطورة الحداشر النادي الاهلي.